الحادثة الحقيقة انا مش فاهمها يعني في حوادث نطلع نقول دايما ايه ده ومش عارف ايه والسرعة والجنون والتهور ماشي لكن في النهاردة حادثة بشعة حصلت على الدائري اعلى المريوطية وقادي الفيديو بتاع الحادثة الدائري واقف عادي وقت الساعة اربعة والاربعة والنص وقت الزحمة ايه ده بقى اللي انا شايفه ده ايه ده ايه مين ليه ايه حد يفاهمني يعني حتى انا مش لقي وصف اعلق بيه على الفيديو ترلا ترلا واخدف وشها وازحت العربية اللي قدامها وقعتها من على اعلى الدائري من على الكبري مع صور الكبري زي من شايفين ايه سرعة سرعة مين والدائري واقف بصوا تاك 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 زيح زيح اللي قدامك حتى حتى وحد قالك طب الفرامل ثابت فرامل ايه اللي ثابت ما هو الدائري واقف يعني حتى لو العربية عارف اللي هي بتتزحزح كده او العربية بتمشي شوية عمرها ما تمقى بالسرعة دي وتاكت فشها العربيات كده في حاجة انا مش فاهمها هل كان عايز تدوس على الفرامل فبدل ما دا سعى الفرامل دا سعى البنزين بس كل دا دا سعى البنزين يعني كل دا فضل دا سعى البنزين وما لقاش الفرامل انا مش فاهم هل كان نايم وهو نايم دا سعى البنزين ومش عارف يعني انا مش لالها تفسير الفيديو اللي انا اتفرجت عليه المجالي من الساعة 4 واتفرجت عليه اكتر من عشرين مرة وفرجت على اصدقائي وقلت له يا جماعة حد يفسر لي دا حصل ازاي كده وسبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب قدر ولطف حتى اللحظة اللي انا بكلم حالكم فيها دي وزارة الصحة بتقول انه لا وفيات الحمد لله مع ان الشكل صعب جدا خصوصا اول عربية اللي وقعت بقى مش وقعت على المنزل اللي جنبها دي وقعت تحت خالص بصوا العربية الحمرة دي دي وقعت تحت يعني خدت الارتفاع كله العربيتين دول الحمد لله ربنا كان رحيم بيهم ووقعوا يا دوبك اتنين متر بس على المنزل ولا المطلع اللي جنبهم فالارتطام قليل العربية الاولانية بقى اللي حتشوفوها دلوقتي بتقع الحمرة دي وقعت في الفجوة اللي تحت دي فخدت الهضر كله خدت بتاع خمسة ستة متر اللي هو ارتفاع الدائري اهو بصوا الحمرة دي دي وقعت في النصة ايه في الفجوة هيا دي احنا مبطقين الصورة اهو عشان بصوا وقعت في الفجوة فالوزار الصحة بتقولي في اتنين مصابين سبحانك يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله معين انا في رأي ان دي حادسة موت بس سبحانك يا رب ربنا مطول في اعمار الناس دي واجالهم مجاش اجالهم مجاش مشان الناس بس اللي بتتكلم في الاعمار والاجال شوفوا حكمة ربنا حادسة كلنا عملنا كده اول ما شفناها الحمد لله لا وفيات فيها الحمد لله يا رب ما بقاش فيها وفيات والناس المصابين دول يخفوا ويتعالجوا ويرجعوا الاهليهم سالمين غانمين بازنك يا رب بازنك يا رب بس انا بقولها هو مسابقة قلولي الحادسة دي حصلت ازاي الراجل ده سواء التنينة ده كان فيه ايه نايم ولا ايه حتى اي مش عارف مش لقينا تفسير مش لقينا تفسير الا انه القدر قال ان كده يحصل سبحانك يا رب يا سبحانك يا رب خلاص يا عم خلاص يا عم ربنا يعافينا ويسترها علينا وعلى عيالنا يسترها علينا وعلى عيالنا احنا ماشيين في الشارع كلنا 24 ساعة والله على كف الرحمن كلنا على كف الرحمن لحد يقولك أنا متطمن على نفسي كده ولا على عيالي كده ولا أصلا بيشوفين ولا بيعملوا إيه ولا نكبين عربية تقيلة ولا عربية كذا كلنا على كف الرحمن على كف الرحمن فدعوا ربنا بس إن ربنا يسطرها معانا ويحسن ختمنا اللهم أمين يا